يا كرام لو أن عظيماً من العظماء تكلم بكلام يقع موقع العظمة في القلوب ترتجف له الأسماع وتهتز له الأبدان وتتيقظ له الأفهام فكيف بكلام ملك الملوك ورب الأرباء العظيم سبحانه لا بل ويقسم جل جلاله أمة الإسلام طوبة لمن بلغه الله هذه العشر وهنيئاً لمن أدركها وقد جعل نصب عينيه اغتنامها ونيل ما فيها من الفوز والأجر الكبير وموعود الفضل والأجر وليال عشر الآية الكريمة في صدر سورة الفجر قسم رباني عظيم تقف عنده النفوس المؤمنة موقف الاستشعار لعظمة تأتي في كلام العظيم سبحانه يا كرام لو أن عظيماً من العظماء تكلم بكلام يقع موقع العظمة في القلوب ترتجف له الأسماع وتهتز له الأبدان وتتيقظ له الأفهام فكيف بكلام ملك الملوك ورب الأرباب العظيم سبحانه لا بل ويقسم جل جلاله فما ظنكم بهذا القسم الذي يأتي في كلام العظيم سبحانه ربنا عز وجل يقسم بما شاء من خلقه لكن إقسامه سبحانه بشيء من مخلوقاته دلالة على عظمته وتنويهم بشأنه هكذا هو القسم في قوله وليال عشر إنها عشر ليال أقسم الله سبحانه وتعالى بها في صدر سورة الفجر يقول الإمام الرازي رحمه الله تعالى في ذكر معنى هذا القسم الذي يأتي في كلام الله سبحانه وتعالى في مواضع عدة يقول رحمة الله عليه اعلم أن هذه الأشياء التي أقسم الله تعالى بها لا بد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها دلائل باهرة على التوحيد أو فائدة دنيوية توجب بعثا على الشكر أو مجموعهما ولأجل ما ذكرناه اختلفوا في تفسير هذه الأشياء اختلافا شديدا فكل أحد فسره بما رآه أعظم درجة في الدين وأكثر منفعة في الدنيا وليال عشر هي هذه الأيام التي نعيشها أمة الإسلام بها فسر جل السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جميعا معنى قوله سبحانه وليال عشر في رواية ابن عباس التي أخرجها الطبري وغيره يقول رضي الله عنهما إن الليالي العشر التي أقسم الله بها هن الليالي الأول من ذي الحجة وهكذا هو المأثور عن ابن الزبير رضي الله عنهما وعن عقريمة ومجاهد وقتادة ومسروق والضحاك وابن زيد وغيرهم كثير من مفسر كتاب الله الكريم